الميليشيات خطفت ضابط مخابرات من قلب الدولة الليبية الدنيا بدأت تولع الميليشيات التابع ليها والمنطقة اللي تابع ليها ضابط المخابرات الليبي ده بدأت تتحرك بدأت تعلن حالات الطوارئ العسكرية الميليشيات تدخلت قرروا ان هما يهجموا ترابلوس بدأوا يولعوا الدنيا حكومة عبد الحميد اللي تبيبة اللي هي الحكومة الليبية غير الشرعية مشغولة طبعا بتطبيق شرع الله فرض الوصاية على المجتمع الليبي فرض الحجاب أي اتنين قاعدين مع بعضهم بطريقة مش حلوة هيتم إلقاء القبض عليهم بينفزوا شرع الله حد يقدر يعترض سايبين الدنيا دي كلها على بعضيها تولع وقرروا أن هم يحولوا من نفسيهم أوصياء على الشعب الليبي على المستوى الديني تعالوا بنا نعرف التفاصيل خلال الحلقة دي لكن قبلها شاروا لك للفيديو ده وكمانتك الجميل أنا أحمد عبداليادي وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم فوجي الشعب الليبي بعماد الترابولس ووزير الداخلية بتاع عبد الحميد لتبيب رئيس الحكومة الليبية غير الشرعية فوجي الشعب الليبي بأن البي ده وزير الداخلية ده سايب الدنيا تضرب تقلب سايب الأمن الليبي ينفلت سايب الأوضاع الأمنية زفت الزفت وعبد الحميد لتبيب سايب الميليشيات تشتغل على أفضل وأخطر ما يكون تولع الوضع تقتل تتبح تسرق تنهب مش قضية أماد الترابولس أعلن في مؤتمر صحفي إحنا قررنا نطبق شرع الله في ليبيا أنت مين يا حاج؟ أنت تفهم إيه في الشارع؟ أو أنت واصي على البشر؟ أو أنت معاك سكوك الجنة والنار؟ أنت منقن على أي أساس تقول كده؟ أي اتنين ماشيين مع بعضيهم بشكل مش حلو هنقبض عليهم أي حد قاعد على القهوة وبيشرب شيشة هنقبض عليه أي حد يلبس بطريقة مش عجبانة هنقبض عليه الحجاب فرض على كل النساء صغير وكبير حتى الأطفال أي واحدة تيجي تمشي لوحديها؟ لا دول أساسا يعني قاصرات عقل ودين دول ناقصات عقل ودين ما ينفعش أنهم يمشوا مع بعضيهم مش موصوق في كل نساء ليبيا المفروض أن كل واحدة تمشي مع ولي أمرها طب ولي أمرها مريض ولي أمرها مشغول في شغله لا المرأة اللي بيها في نظر حكومة لتبيبة ملهاش قيمة ملهاش عقل مش موصوق فيها وبناء عليه يمنع منعا بداة صفر المرأة إلا مع ولي الأمر طب أنت مين؟ مين اللي يخولك أنك أنت تعمل كده؟ بالقوة الجبرية؟ طيب هو أنت حققت الأمن في قلب دولة ليبيا عشان تعمل كده؟ مش قضية مش قضية بالنسبة لحكومة عبد الحميد لتبيبة الهدف الأساسي مش تطبيق الشريعة الإسلامية لأن بعض الناس لما احنا انتقدنا اللي حصل ده يا أخي حرام عليك يا أخي هو حد أساساً يقدر يعترض على تطبيق شرع الله يا أخي تخيل لما الشيطان يجي ويقولك أنا هطبق شرع الله دول عصابة في قلب الدولة الليبية دول مجموعة حرامية عبد الحميد لتبيبة لما سألوه أنت هتعمل إيه في الميليشيات المفترض جدلاً تحجم تحركات الميليشيات اللي هم بيتحكموا في الوضع في ليبيا بالبنادق قلب الحرف الواحد أي حد بيتصور أن احنا هنوقف عمل الميليشيات في هواواهم لأن الميليشيات جزء من المنظومة الليبية الرسمية راجل بيعترف بالميليشيات راجل أساساً داعم الميليشيات لأن الميليشيات ديات هي اللي محافظة على الكرسي بتاعه الراجل مقسم الدولة الليبية على الميليشيات بحيث أن كل ميليشية بتاخد لها جزء من أموال الشعب الليبي وأي حد مشتبع الميليشيات ديات مطرد من رحمة الخدمات ومن الفلوس ومن كل حاجة فعبد الحميد لدبي بساعدتك أساساً ما يهموش غير حاجة واحدة بس يفرض الوصاية على الشعب الليبي بزعم أن هو بيطبق شرع الله يفرض الوصاية على شعب ليبيا بحيث أن هو يعتقل أي حد ويقول أصلي ما طبقش القيم والأخلاقيات في قلب المجتمع الليبي أنت المفترض جدلاً تهتم أساساً بقضايا الشعب الليبي هو أهم حاجة عنده يشغل الشعب الليبي في قضايا جانبية وفي ذات الوقت يستصدر قرارات محدش يقدر يعترض عليها وإلا يبقى كافر زي ما اللي جاني الإلكترونية بتاعة عبد الحميد لتبيبة اتهمتنا واتهمت كل طاقم قناة مصر بأن احنا كفار ليه؟ أصليحنا بنعترض على تطبيق شرع الله لا دا مش شرع الله دا شرع الشياطين الشياطين جد عشان تفرض مزاعم أن هي بتطبق الشرع شرع مين؟ اللي هما هيطبقوه في قلب الدولة الليبية مالوش علاقة بالإسلام اللي هيتطبقوه في قلب الدولة الليبية دا فرض وصاية وليس تطبيق شرع الله لأن شرع الله بريء من هذه العصابة الموجودة في قلب دولة ليبيا الكلام دا مش احنا اللي بنقوله يا جماعة الكلام دا قالوا الشعب الليبي وقالوا رموز الشعب الليبي خلال الساعات القليلة الماضية شوفوا حضراتكم اللي حصل في قلب دولة ليبيا وإزاي الحكومة مشغولة بتطبيق الشرع بتاعة عبد الحميد لتبيبة وفرض الوصاية على الشعب الليبي وسايبة الدنيا تضرب تقلب تم خطف العميد مصطفى الوحيشي مدير إدارة الأمن المركزية بجهاز المقابرات التابع لحكومة لتبيبة من قدام مقر العمل بتاعه بترابلس الوحيشي بينتمي إلى مدينة الزنتان تم خطفه عندما كان في طريقه إلى منزله عقب خروجه من عمله في ترابلس لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاختطاف أو عن مصيره لكن أصابع الاتهام تم توجهها إلى حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لتبيبة نفسه هو رئيس العصابة التي تحكم الدولة الليبية هو ده اللي عاوز يطبق شرع الله شرع الله إيه؟ شرع الله منكم بريء محدش بيقدر يعترض أو يقدر يعترض على تطبيق شرع الله إحنا مع القيم مع الأخلاقيات ما تتهمناش وإحنا بننتقد ممارسات عبد الحميد لتبيبة باعتبار أنك إنتا لجنة من اللجانة الإلكترونية بتاعته اللي بتاخد منه فلوس عشان تدفع عنه وتحاول تبيض وجهه ما تحاولش أنك إنتا تهاجمنا وتقول يا أخي حرام عليك أنتوا كفره هو أنتوا ليه بترفضوا تطبيق شرع الله يا أخي؟ ما أنا قلت لحضراتكم لما يجيلك الشيطان أو يجيلك رئيس إصابة أو يجيلك حرامي ويقول أنا هطبق شرع الله عليك إنتا ترد وتقول إيه؟ راجل أفاق راجل أساسا مش هطبق شرع الله ده هيطبق أساسا شرع الشياطين اللي هو جزء من نعم لأن ده مش شرع الله شرع الله مش فرض وصايا شرع الله بيقولك أنك إنتا تجيد عملك أولا وتؤدي رسالتك أولا وتؤدي مهمتك أولا في فرض الأمن وبعد كده تتكلم عن شرع الله وبعدين إنتا مين؟ تفهم إيه شرع الله حدثة الاختطاف فجرت غضب أهالي ومكونات مدينة الزنتان تحركت أرتال عسكرية ضخمة ومسلحة من مدينة الزنتان باتجاه العاصمة ترابلوس وسط تحذيرات من اشتعال اشتباكات أعلنت قوة مسلحة النفير العام وهددت بإغلاق غطة أنابيب الريينة النفطي اللي بيربط ما بين شمال وجنوب البلاد في حالة عدم إطلاق صراح الوحيشي كما حذرت من الخطوات التصعيدية القادمة وقد نظم عدد كبير من الشباب وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة ترابلوس للمطالبة بالكشف عن مصير مصطفى الوحيشي اللي تم اختطافه منذ عدة أيام وفي تصعيد إضافي أقدم محتجون على قطع الطرق المؤدية إلى الزنتان معلنين عن استعدادهم للتصعيد أكثر من زي قبل آدي سيادتك مشغول في فرض الوصاية على الشعب الليبي وسائب الدنيا عمالة بتولع شرع الله هي اللي انت بتتكلمه عنه إزاي؟ انتو ملقش علاقة بشرع الله أساسا يعني أوز تفهمني أن العصابة التي تحكم الدولة الليبية تعرف يعني إيه شرع الله ها؟ طب انتو تعلمكوا إيه؟ معروف؟ عبد الحميد لتبيبة رجل أعمال تاريخه أسود فاسد رجل فاسد ملفاته سودة سرقة نهم أبرم اتفاقيات من أجل التطبيع مع الكيان الإسرائيل عن طريق نجلاء المنقش وزيرة الخارجية اللي تم الإطاحة بيها والتضحية بيها واللي هربت لدولة تركيا وكان الوسط في المسألة دي رجب طيب أردوغان رئيس تركيا وراحت نجلاء المنقش في قلب دولة إيطاليا والتاقت بمجموعة من الإسرائيليين بناء على تعليم تعليمات عبد الحميد لتبيبة البيه اللي عاوز يطبق شرع الله شرع الله مين تتكلموا في إيه ويجي لك شوية لجانة إلكترونية مستفدين من عبد الحميد لتبيبة ويهجمونا أنتوا كفراء يا ملحدين يا راجل عرفتكش أنا كده أنت عاوز تطبق شرع الله اللجانة الإلكترونية حريصة على شرع الله شرع العصابات التي تحكم الدولة الليبية الشرع بتاعهم والقوانين بتاعتهم عشان يفرضوا الوصاية على الشعب الليبي بحيث أي حد ينتقدهم ياخدوا أخذ عزيز المقدر ليه أصلحنا زبطناه في موقف مش حلو وإنت ملومك أنت معاك سكوك الجنة والنر العلاقة ما بين العبد والرب أنت بتدخل فيها ليه أنت بدل ما تقول كده أساسا وأنك أنت بتدعي أنك أنت بتطبق شرع الله المفترض جدلا لو أنت حريص على قيم المجتمع الليبي زي ما أنت بتدعي المفترض جدلا تبدأ من قطاع التعليم تبدأ من القطاع الثقافي تبدأ من القطاع الديني بالتي هي أحسن أما اللي بيحصل في قلب الدولة الليبية ده اسمه غش وتزوير وتدليس ولا علاقة له بشارع الله جهاز المخابرات الليبية أداني الحادث وأكد أن العدالة هالطول كل من تورت في هذه الجريمة وحذر من مغبة الاستمرار في تقييد حرية المخطوف أو تهديد سلامته متعهدا ببذل أقصى الجهد من أجل عودته سالما تكرار عمليات الخطف طبعا في ليبيا خاصة استهداف الشخصيات الأمنية والعسكرية رفعت المستوى بيحمل عدة دلالات خطيرة جدا بتوضح مدى تفاقم الأزمة الأمنية الأزمة الأمنية هكذا تحدثت وسائل الإعلام الغربية وقالت كده قالت الكلام ده بالأمس في أزمة أمنية في قلب دولة ليبيا البيع عماد الترابولسي هو عبد الحميد لتبيبا سايبين الوضع بنفس الطريقة دي واخد لمؤتمر صحفي عشان هيمشي شرطة الأداب عشان تقبض على أي حد لابس بانطلون وسع شوية أو ديق شوية إيه ده يا جماعة إيه اللي بيحصل في قلب دولة ليبيا ده دي كرسة كرسة بكل ما تعنيه كلمة من معنى عملية الخطف دي بتكشف مدى الجرأة اللي وصلت إليها الجماعات المسلحة في تحدي كامل للدولة وفي تحدي كامل للأمن البيع وزير الدقلية اللي عقد لمؤتمر صحفي سايب الوضع المؤلع ده وجاي يقولك الصحنة هنطبق شرع الله العملية قد تكون أيضا وسيلة الإرسال رسائل مباشرة للحكومة ما فدها إن الميليشيات لا تزال تسيطر على زمام الأمور وإن هي تستطيع الوصول حتى إلى المسؤولين الأمنيين اللي فشل عمادة طرابولس النهوة يحميها البيع اللي سايب الوضع الأمن اللي بيانهر بهذه الشاكلة وبيعقد مؤتمر صحفي بزعم أصحنا هنطبق شرع الله تطبق شرع الله وإنت جتتك عريانة تطبق شرع الله وإنت كل الملابس بتاعتك تم إسقطها تطبق شرع الله إزاي إنت من عشان تطبق شرع الله يا أخي ما تقوم بدورك أولا أنت ما تقومش بدورك ليه لقا ولا قواتي إلا بالله العلي العظيم متوقع طبعا أن ليبيا تشهد تزايد عمليات الخطفة خاصة انتجاه الشخصيات الأمنية خلال الفترة المقبلة نظرا لاستمرار التوترات وضع في البنية الأمنية الليبية هكذا تحدثت وسائل الإعلام الغربية تعقيبا على عملية الاختطافة التي تمت للوحيش هوا ده الوضع الأمني أخبار عمادة طرابولس إيه أخبار البي وزير الدخلية إيه وجينا بقى ببيان منذ ساعات قليلة أعلن جهاز المخابرات الليبية إطلاق صراح مصطفى الوحيشي وقال في بيان إن الوحيشي عاد سالما إلى أهله بعد جهود حثيثة بزلتها كل الأجهزة الأمنية دون الإشارة إلى الجهة اللي خطفته واحتجزته أو الإعلان عن أسباب اعتقاله طلعته بناء على أي أساس سيقوا تماما إن الإفراج عن مصطفى الوحيشي تم عبر صفقة قذرة تم إبرامها ما بين عمادة طرابولس وزيرة الدخلية بتاع عبد الحميد لتبيبة والجهات اللي خطفته عاوزين إيه؟ عاوزين مثلا مليون دولار وعاوزين إن إحنا نكون في المنصب الفلاني والعلاني والترتين ماشي طلبتكم أوامر هو ده اللي عاوز يطبق شرع الله شفتوا حضرتكم الوضع في ليبيا وصل لحد إيه؟ البهوات اللي عاوزين يطبقوا شرع الله ملهمش علاقة بربنا سبحانه وتعالى هم ليهم علاقة فقط لغير بمصالحهم الخاصة اختطاف يهز ليبيا أرتال عسكرية ضخمة مسلحة باتجاه طرابلس ليبيا على صفح ساخن الزنتان تحتج وتهدد بقطع النفط خطف ضابط مخابرات في طرابلس ياشي بتساعده وخابير مصري بيوضح كده خطفه يشعل طرابلس الإفراج عن مدير الأمن المركزي شفتوا حضرتكم الوضع زي الزفت في قلب الدولة الليبية إزاي؟ هل الناس دي فعلا هتطبق شرع الله ولا شرع مين بالزبط؟ طبعا هم هيتطبقوا شرع العصابات اللي هم جزء منها جزء من رسالة اللي بيوضح